السلام عليكم مرحبا بكم من جديد في قناة مطبخ سارع يسوف عيد مبارك سعيدة للجميع اليوم فيديو جديد اليوم غنوجده هكا حلوة من حلوات العيد لي هي سهلة وبسيطة ما تحتاج بزر بل المكونات بالنسبة لكي يجو القناة ديالي الاول مرة سنقول لي مرحبا بك ما تنساش تشارك في القناة الى عجباتك و سببارتاجيها مع حبابك والدرجة من فيديو الى عجبك واندوزوا المقادير وطريقة التحضير بالنسبة للمقادير غنحتاجو هنا مية وخمسة وعشرين قرام ديال الزبدة هنا يدرت المارغارين تقدروا تدروا ديال البواطن تقدروا تدروا زبدة حيوانية اللي هي زبدة ديال العبار غيرا غتنقصو شوية من الزيت هنجيب هنا الزبدة هنزيد عليها هكا كاس ديالعنباء ديالسكر غلاسي الى عندكم سيندة من الاحسن الطحنو غنغرب له هكا وغنبدا نخدم نحاوز الزبدة نكون جبتتها من قبل كيفما قلت تقدروا تستعملوا لابراري ليليا كلهم تيجوا في الحلوة مزيان تقدروا تدروا نص زبدة حيوانية ونص زبدة نباتية هكا تهواتي يجي مزيان وكيفما قلت إذا درنا زبدة حيوانية ندروا غير النص ديال كمية زيت اللي غنستعمل هنا ايه من بعد ما كنحاول نخلك الزبدة غنجيب الزيت عندي هنا ايه نص كاس ديال الزيت العباردة بكاس العنبال اللي كي عادل مية وخمسين ميليليليتر حقاش كين كاس ديال العنبال اللي كي يساوي ميتين ميليليليليتر هنحاول ندخل يعني هنا يكا تبقى هدي المرحلة المهمة في اي حلوة هي اننا نخدمهم زيان زبدة غنزيت شوية الملحة اللي كتوازن لنا الطوق وغنخلط وغنبقى نحاول نحاول مع الزبدة حتى توليليا بحل كريم توليليا رطبة بالنسبة للبواطة ولا الزبدة الحيوانية تكون الرطبة من هاد المارغارين هنا نحاول نحاول حتى توليليا بحلية بالنسبة هنا يدرس كمية قليلة لانا يدرت حلوات اخرين يعني يدرس غير نسترع بعد الزبدة تقدروا تضعفوا الكمية لا بغيتوا ولا تضعفوا المقادر للكمية اكتر غنزيت بيضة تكون بحرارات المطبخ هاد شيتا كنكون خدمتم زبدة و السكار و الزيت نحاول ندخلها معدو كل المكونات يعني فيما نحس شيتا كتوليت نحاول نحلهم هنا غنزيد نكهات الناطا بالنسبة لي ما عندوش نكهات الناطا يقدر يدير غير لفاني ولا اي نكهات تفضلوها ولا تزيدو فلون حتى الفلون بأي نكهات تبريوها كي يجي مزيان فات الحلوة هنا عندي جوج معالق ديال الكريمات الحلوية الكريم باتيسيار تقدروا تعاوضوها بجمعالق ديال النشاو ولا لما كانش مكينش مشكل غي هي كريمات الحلوية ولا حتى نشاك يعطى واحد الهاشاشا لهذا الحلوة يعني لعنا ندير واحد جوج معالق هكا وغنبدو نجمعوه وهنا ناجيب ونغرب الدقيق هنا الدقيق حقا قدرست انا هنالشي خمسة الكيسان ولكن ما غنزيدوه مش كاملين هنبدأ نجمع هنجمع بأطراف أصبع هنا قبل ما نزيد نكمل الدقيق هنزيد خمارة قيمة 8 جرام تهي نغرب لها يعني نحاول نغرب الدقيق ونغرب الخمارة باش ما يكونوا مش عني حتى شي تكتولات هنجمع هنه ما زال بقي خاص هاد دقيق ونزيد ما زال دقيق نغرب له ونزيده ونجمع هنه استعمد تقريبا 1-4 الكيسان ديال الدقيق ما يقارب 300 حتى 350 جرام ديال الدقيق هنتم ما كيفاش كتكون هنه جمعت هم زيان المهم انه نقدر نشكل كورا وتكون رطبة العجينة هنه هنقسمها على جوج النص غنخليها هكا عادي وننص غنزيد ليه جوج المعالقة ديال الكاكاو هنه قدرت جوج معالقة ديال الكاكاو باش يعتني لللون دك الاسود الغامق يمكن لكم تزيدو غير معالقة اللي درتها سوداء هندير منها كورايات صغار اللي در واحد الكمية هنجيب دابا البيضة ونحاول تهي نشكل منها كورا ونحاول نبسطها ونحاول بحلا ندير فيها حفرة وندير فيها هاد الكورا الصغيرة اللي درتها بالاسود الابانت ليه كبيره على القطع اللي اخليتها من الابيضة ننقصها ونشكل كورا ونحاول نغطيها جيدا من بدك العجينة البيضة يعني ما تبقاش باللينا الكحلة نجيبها بحال هكا وندير فيها حتى قبل اصبع ديالي هكا يعني هذه الطريقة اللي ما عندوش الهكا مرشم ولا طابع ونجيب السكي ونحاول نقطعها بحال هكا نقطعها وكتجيب حال هكا من اللي كتطيب كيب ديبان في هاك اللون الاسود تجيز وينة هنا الشكلة يبقى ليكم يعني هاتختاروا الطوابع اللي عندكم تقدروا تدروا غير كورات وتدوزوهم في الشكلات يعني هنا ايا الشكل كيبقى ليكم انا عاوت معكم احد اخرى ندير شوية لي العجين بيضة وندير فيها كورة صغيرة من العجينة السوداء كورها جيدا ونبسطها وندير فيها هكتا تقب ونجيب السكين ونحاول ندير فيها كخطوط هذا اللي كتقب غنزيدو فيها شوكولات الاسود بالنسبة للشكل الثاني احنا هنا يا نهار الحلوه خدمنا كامل يعني تزوج ديالي ووليداتي كنا دخلنا كن نديرو الاشكال يعني كن بدلو الجو شوية وصافي هنا يدر تغير المرشم ديال الشهده يعني وندوزو شوية ليالسكار هنا جبت هاد الطابع هذا وخديت العجينة السوداء عملت كوريات ورشمتهم ديال الطابع يعني حاول ندير هكتا توابع عادية اللي يقدرو يكونوا عند الناس كاملين ولا اشكال عادية اللي ما فيهم شاكترا ديال الزباق ولا اللي غنحتاجوا فيهم بزاف ديال الشوكولات ولا بزاف ديال كونفيتو ولا بزاف ديال اللوز يعني حاول ندير شي حاجة عادية يعني هادي فرصة يعني ننبركم عوليداتنا خصوصا دبا من اللوم عالحجر الصحي و نديرو هكا انشيطة اللي غنستيبدو منهم انهم يعاونونا في الحلوة من اللي كنكمل الحلوة ديالي يعني ما تتشوفو هنا يعني كيمية لا بأسة بها هندخلها الفران حتى تتحمر من تحت و تطلعها تتحمر من الفوق و نخرجها هاية تتشوفوها ما نخليوها يعني بزاف الفران باش ما تتقصاحش هندوبت شوية دير شوكلاة ماشي بزاك و هنزين به الحلوة يعني هندير غير شوية في كل تقب اللي درناه من قبل نزين ولا حتى الاشكال ديبقى لكل واحد هل حسب الرغبة دياله حسب متوفر عنده و الشكل الثاني هنا يعني ديالك الشهده نتلاقي خطوط من الشوكولة نقدروا تخليوها كيف ما هي و الشكل الاسود ديتش فيه هنا شوية ديالشوكلاة ابيض و هندير خطوط و هكذا كان تكون الحلوة ديالتي نتمنى الوصفة تكون عجباتكم و تجربوها ان شاء الله يلا عجبكم الفيديو ما تنساش تديرو جام تشاركوا في الخناة لا مازال ما اشتركتوش تعليق محفز و شكرا لكم شكرا لترجعاتكم و عيد مبارك سعيد للجميع و الى فيديو لاحق ترجمة نانسي قنقر